نبدأ بالأهل الحقيقة يمكن بعد مطش الاتحاد وبعد تصريحات ميستر كولر في رغم أن الأهل يلعب مباراة مش وحش يعني أنا شايف أنه الأهل يقدم جيم كويس آه كان فيه أفضل من كده وآه لعبنا مطشات أحسن من كده بس أنت في النهارة تتكلم على فريق سيطر سجل أحرز ثلاث نقاط مهمة جدا متصدر بفرق أربع نقاط عن أقرب فريق بينفسه على اللقب فبالتالي النتيجة إجمالا وكثير من المديرين الفنيين ممكن يطلعوا بعد ده يقول لك أنا العلامة كاملة بتتكلم في إيه حتش تكلمني في حاجة لكن الحقيقة أنا عجبني جدا جدا ميستر كولر في تصريحه أنه مش راضي عن الأداء اللي قدمه النادي الأهلي وده يعكس لك أنه الراجل ده فاهم كويس قوي جماهير النادي الأهلي بتستنى إيه وفاهم كويس قوي أنه جاي بيشتغل في نادي كبير مش مطالب بس بفكرة اللعبة التجاري إنجاز التعبير يعني فكرة أنك أنت تلعب على المكسب وتجيب التلاتة بنت وخلصنا بقى بص على اللي بعده ما تصدعنيش لا الراجل كمان عايز يلعب كورة الراجل عايز يطور من أداء الفريق ومستوى ورغم أنه كسبان 3-0 ورغم أنه مخسرش ولا تعادل مع النادي الأهلي فيه وغلق مباراة لكن الراجل طالع في مؤتمر صحفي بيقولك أنا مش راضي على أداء ومش ده المستوى اللي أنا عايز أوصل له مع النادي الأهلي كتير قوي يعني كتير من مديري الفنيين ممكن يبقى كلامهم في مؤتمر صحفي بعد مكسب بتلاتة تلاتة صفر غير كده ده نمر واحد نمر اتنين دايما بتستبزت في النادي الأهلي يعني الإمكانيات الفنية لأي مدير فني طبعا 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 هي العامل الأول في فكرة تقييمك لي إزاي بيقرأ إزاي بيحضر الماتشات إزاي بيقرأ سيناريو الماتش إزاي بيختار تشكيله والطريقة كل ده أنا متفق معاك فيه لكن في فريق زي الأهلي أنا بقوله عن وجهة نظر يعني مهم جدا فكرة الشخصية والكنترول مهم جدا جدا يعني بشوف واحدة من أهم الحاجات اللي نجحت مثلا مدرب زي مانو الجوزيمة على الأهلي بعيدا عن الإمكانيات الفنية هي فكرة الشخصية القدرة على السيطرة على فريق القدرة على أنك أنت تطلع في الفريق أو في العناصر اللي معاك أفضل ما فيها القدرة أنك أنت تخلق في وسط 30 نجب حالة من حالات التنفس الإيجابي اللي تخلي كله عنده الرغبة في المشاركة وكله عنده الرغبة في أنه يثبت نفسه قدامك كمدير فني وأنا شايف مخدمات ده مع كولر في غاية الروع الحقيقة نعرض الفرقة مرانة الصبح تحت خيالات ميستر مارسيل كولر محاضرة كالعادة زي ما حاكم يعني عارفين الرجل بيبتدي بمحاضرة بيتكلم فيها على النقاط اللي ممكن تبقى سلبية أو الأخطاء اللي ممكن تكون حصلت بيكلم على المرحلة اللي جاية طبعا إحنا عندنا غياب طبعا لوقتي طاهر ومع بيرسيتاو بيرسيتاو طبعا بسبب إصابته في العضلة الخلفية هيغيب عن الأهل الفترة اللي جاية على الرغم أنه يعني كان ابتدى ييجي يعني شفنا بيسجل في مطش المحلة وشفنا بيسجل في مطش الاتحاد وشفنا بيسجل جزء كبير من تاو اللي احنا عارفينه لكن للأسف يعني إصابة عضلية هتمنعه عن المشاركة مع الأهلي وهينضم الطاهر لكن في النهاية طبعا ما اعتخدش أنه لأهلي مليان وحسن الشحات حتى في الفترة اللي ظهر فيها ظهر بشكل كويس جدا بتعندك مباراة مهمة جدا مطش اللي جاي مع فيوتشر مباراة صعبة فيوتشر برضو من الفرق اللي وقف على رجليها وفيق الموسم ده وتلعب كرة محترمة جدا فبالتالي إن شاء الله تكون أوراق الفريق جاهزة بشكل كبير للمطش اللي جاي لكن في النهاية اللي عايز أقوله أنه مهم جدا أنك تحافظ على فكرة العلامة الكاملة دي لأنه طول ما أنت ما بتتعدلش أو بتخسر بتصدر الضغط والتوتر على اللي جاي ورا منك كان بقى زمالك كان فيوتشر كان دلوقتي محلة دخلة في الصورة معرفش برامتز واقف فين بس أنا عارف أنه برامتز واقف كتير جدا بس في النهاية بتلعب أنت بقى ريحية الضغط العصر بيخف عليك وبيتنقل لكل حد بيفكر أنه هو يعني يحصلك أو يضغط عليك في جدول البطولة في النهاية أعتقد أنه المباراة اللي جاي مهمة جدا أنك تحافظ على المكسب مهمة جدا أنك أنت تتخطى فريق مش عايز أقول بينافس أوي لأنه برضو مش عايز يعني يقدي فيوتشر أكبر من حجمه لكن واحد من اللقات الصعبة بقى فيوتشر بقى بيرامتز بقى الزمالك كلها متشاطة أنت بتبقى شوية عارف أنها مواجهات صعبة بالنسبة لك فلما تتخطى المواجهات دي بتبقى علامة كاملة أعتقد يبقى بتبقى الدنيا كويس جدا